اشتركوا في القناة بتعادل اي مادة تانية زي المعدات مثلا ليه بقى؟ لان المادة دي بتخلينا نتعرف على الخامات وازاي نقدر نميز بينها وبين بعضها وكل خامة بيبقى الاساس فيها جاي منين وازاي خواصها الطبيعية زي خواصها الكيميائية قبل كده كنا كلمنا ان شاغل وظيفة في تخطيط مثلا او في اي مادة تانية في سنة تالتة كنا بنقول اللي لازم طلب التعليم الفن القسم من لابس جاهزة وتريكو يكونوا قادرين يبقوا عارفين الخامات والتمييز بينها وبين بعضها وازاي نعرف العيوب وازاي نعرف الخواص الطبيعية والخواص الكيميائية للالياف دي فاول حاجة عندي في الخامات النهاردة هو يعني ايه خامة؟ يعني ايه لما اقول مسلا دي خامة قطن يعني ايه لما اقول دي خامة كتان يعني ايه لما اقول ده خامة مسلا جوت وهكذا الخامة هي كل ألياف بيمكن تحولها يعني أي شعيرات أو ألياف يمكن تحولها بوسطة مراحل الغزل والنسيج إلى خيوط تمام كده وإلى أقمشة طبعا الخيوط بقدر استخدمها في التريكو والأقمشة بقدر استخدمها في الملابس الجهزة يبقى لما يجيني السؤال مثلا ويقول لي عرفي الخامات النسجية هقول له هي جميع الشعيرات والألياف التي يمكن تحولها بوسطة مراحل الغزل ومراحل النسيج إلى خيوط وإيه كمان وإيه وأقمشة تمام يجي بعد كده يقول لي طيب هل كل الخامات زي بعضها يعني كل الخامات لما حد يجي سألني إيه تقسيم العمل للخامات هي أصلا الخامات مقسمة أقول له طبعا في تقسيم عمل الخامات لأن الخامات عندي في منها الطبيعي في منها الصناعي في منها كمان المخلوط طيب هو فيه فرق بين الطبيع وبين الصناع وبين المخلوط طبعا الخامات الطبيعية اللي هي موجودة فين موجودة في الطبيعة والخامات الصناعية في منها الموجود في الطبيعة وبيتم تحويله تمام يعني مش موجود على صورة شعيرات ولا ألياف ولكن العنصر الأساسي في تكوينه موجود في الطبيعة أي إن كان بقى في شكل لب أخشاب أو في مثلا زغب القطن فأنا باخده وبعمل إيه؟ بعمله عملية تحويله وحوله إلى نسيج أو إلى ألياف طيب هنتكلم عن التقسيم العام للألياف لما أتكلم عن التقسيم العام للألياف هقول أول حاجة هي ألياف طبعية وطبعاً هناخد كل جزئية بتقسيمتها والمواد المحطوطة معيها ألياف طبعية، ألياف صناعية، ألياف مخلوطة يبقى لما يجيني السؤال ويقول لي ما هو التقسيم للعام للألياف هقوله هم تلات أشياء ألياف طبعية، ألياف صناعية، ألياف إيه؟ ألياف مخلوطة هنيجي أول حاجة هناخد الألياف الطبعية والألياف الطبيعية يعني اللي هي موجودة من مصادرها الطبيعية اللي موجودة في الطبيعة وبإما بيتم إنباتها يعني بتكون ألياف نباتية على هيئة بزور أو بتكون لحقية أو ليفية زي مثلا الكتان والجود أو بتكون شعيرية زي الألياف الحيوانية مثلا زي الصوف أو بتكون إفرازية زي الحرير أو بتكون معدنية يبقى انا اول قسم عندي هو الالياف الايه الالياف الطبيعية ودي بتبقى موجودة من مصادرها الطبيعية يبقى هي الالياف التي تتوافر من المصادر الطبيعية ويمكن غزلها مباشرة وهي اقدم الالياف استعمالا واوسعها انتشارا وبتنقسم الى يبقى انا دلوقتي ما يجي يقول لي ما هي الالياف الطبيعية هي التي تأخذ من مصادرها الطبيعية في الطبيعة وهي أقدم الألياف تمام ويمكن تحولها مباشرة خلال مراحل الغزل وخلال مراحل الناسيك قلنا إلى خيوته إيه وأقمشة طب بتنقسم لإيه هل كل الألياف أقول عليها ألياف طبعية لا طبعا الألياف الطبعية بتنقسم إلى ثلاث مراحل إما إنها تكون ألياف نباتية والألياف النباتية نفسها بتنقسم إلى في منها البزري اللي هي عن طريق البزور وفي منها اللي هي التيلية تمام وفي منها كمان الحيوانية طب تعالي نقسمها تاني الألياف الطبعية أول حاجة عندي البزرية اللي هي زي مين زي القطن يبقى أول حاجة عندي من الألياف النباتية الطبعية اللي هي الألياف الألياف البزرية زي القطن تاني حاجة الالياف اللحائية او الالياف اللي هي ايه التيلية ودي زي القطن زي الكتان والجود يبقى الالياف اللحائية او اللي فيه او التيلية زي ايه زي الكتان والجود يبقى احنا كده بنقسم ايه الالياف الطبيعية النباتية طب هنكمل هو فيه الياف نباتية خلاص اتفقنا انها فيه منها البزري اللي هو زي القطن وفيه منها اللحاء اللي هو زي الكتان والجود طيب فيه ألياف تاني طبعية طبعا أول حاجة قلنا النباتية بعدها على طول الحيوانية والألياف الحيوانية فيه منها بقى اللي على هيئة شعيرات وده زي مين زي الصوف طبعا الصوف اللي هو بيجي من على الأغنام تمام تمام وفيه منها وبري وده اللي اللي هو زي مين زي المهير والكشمير وفيه منها إفرازي اللي هو زي الحريري الطبيعي طب اشمعنا افرازي لان انا عندي دودة تسمى دودة القز الدودة دي بتقوم بافراز خيوط او شعيرات الحرير حواليها يعني الدودة دي سبحان الله لها مراحل نمو مراحل النمو دي وهي بتتم هي بتقوم بافراز شعيرات الحرير حواليها في شكل شرنقة تمام اول ما بتكمل مراحل النمو بتاعة دودة الاز بيحصل ايه الشرنقة دي بتكون كملة النضب بيناخدها ونفك المادة السمغية اللي عاملة على التساق الشعيرات مع بعضها وبيصبح هذا هو الحرير الطبيعي وبتسمى في الحالة دي ان دي الشرنقة اللي تم افرازها من دودة الاز طبعا احنا عندنا بعض الشرانق ما بيتمش نضجها لان ممكن دودة الاز في مرحلة النمو يحصل لها ان هي تموت فطبعا انا بتبقى شرنقة غير ناضجة فما احناش منستغنى عنها احنا بناخدها كعوادم للحرير بتغزل زي غزل القطن تماما يبقى هنرجع تاني انا قلت الالياف الطبيعية في منها نباتي وقلنا انواعه تاني نوع على طول اللي هو الايه الحيواني اول نوع في الحيواني اللي هو عن مجموعة من الشعيرات زي الصوف او وبري زي المهير والكشمير او افرازي اللي هو بتفرزه دودة الاز زي الحرير الايه الحرير الطبيعي تمام نجي بعد كده احنا تكلمنا كده عن ايه عن التقسيم العامل الالياف بالنسبة للالياف الطبيعية اللي بتيجي من مصادرها في الايه في الطبيعة طب نجي بقى نتكلم عن الالياف الصناعية ولما اجا تكلم عن الالياف الصناعية هي الالياف اللي بيتم تحضرها باضافة المواد الكيميائية عليها في منها الياف بيكون موجود فيها العنصر الاساسي لتكوين اي خامة وده هنعرفه دلوقتي حالا وفي منها خامات بنقوم بانتاجها او بتكوينها يعني كلها بالمواد الكيميائية طيب هو ايه المادة الاساسية المكونة للالياف الطبيعية هي مادة تسمى مادة السليلوس مادة السليلوس دي من المواد الاساسية اللي هلاقيها موجودة في كل خامة طبيعية وهي بتبقى موجودة من خامة الى اخرى بنسب متفوتة بمعنى ايه؟ بمعنى اننا ممكن قلقاها موجودة في القطن بمثلا نسبة 90% موجودة في الكتان بنسبة 80% وهكذا لكن المادة هي الاساسية اللي هي السليلوس بتبقى موجودة داخل الالياف النباتية الطبيعية تمام كده؟ وهي اللي بتقوم باعطاها الصفات زي قوة الامتصاص زي درجة اللون تمام؟ لان زي ما قلنا المادة دي بتبقى موجودة بنسب فكل ما النسبة بتاع مادة السليلوس ما زادت داخل الخامة الطبيعية النباتية كل ما اكتسبت الخامة دي خواص للوز اللي هي زي قوة الامتصاص اللون اللي هو الابيض تمام كده المتانة المرونة وهكذا فلما نيجي نقول بقى الياف صناعية في منها جزئين؟ الياف تحولية والياف تخلقية او مركبة كلمة تحولية دي هنقف عندها شوية تحولية يعني ايه؟ يعني هي موجودة اصلا في الطبيعة ولكن ما هياش على شكل الياف لا هي موجودة لعنصر الاساسي لتكوين الالياف ولكن هي مش على شكل الياف يعني ممكن تبقى على شكل ايه؟ ممكن تبقى على شكل مثلا لب الاخشاب وبيتم تقصرها ونعمل لها عملية انسهار وبعد كده ندخلها جوه ما كان فيه مبسم متقسم الى سقوب متساوية بينهم المسافات متساوية بامرار طيار من الهواء البارد اللي بيحصل بتتحول المادة السائلة دي الى شعيرات بعد كده الشعيرات دي بتغزل تحول الى خيوط بعد كده بيتم نسجها وبتحول الى اقمشة فلما اجا تكلم عن الالياف الصناعية هي الخمات التي تحضر صناعيا اما من مواد موجودة اصلا في الطبيعة ماشي كده او مواد محضرة ايه صناعيا يعني اما تكون مواد تحولية ماشي موجودة في الطبيعة اصلا العنصر الاساسي في تكوينها وانا هقوم بس باضافة بعض المواد الكيميائية علشان تتحول الى الياف او ان انا اكون عاملاها من الالف الياء يعني ما هيش موجودة في الطبيعة ولكن انا قمت بوضع مجموعة من التركيبات الكيميائية عشان تحولها لي الى الياف وعايزين نعرف ان الالياف الطبيعية بتبقى اطولها محددة لانها من الطبيعة اللي انبتها ربنا سبحانه وتعالى فممكن يكون فيه مثلا الياف شعيرة بتاعتها طويلة الياف الشعيرة بتاعتها متوسطة الياف الشعيرات طولها قصير فالالياف هنا طولها ايه طولها غير مال ومحدد حسب ايه حسب الانبات انما الالياف الصناعية من الميزة بس فيها ان انا اقدر اتحكم في ايه في اطولها تمام الالياف الصناعية عموما او بشكل شامل عندي نوعين منها اما خمات تكون عضوية وهي او خمات غير عضوية طب انا اعرف الفرق ازاي هو يعني ايه الكلام ده عضوية يعني يدخل في تركبها عنصر الكربون بدام الخمة دي دخل في تركبها عنصر الكربون تبقى دي خمات ايه خمات عضوية تمام زي ايه زي الحرير الصناعي ولما اجا اتكلم هو ايه الحرير الصناعي اللي هو الرايون اللي هو راين الفسكوز وراين الاسيتات وده هناخده برضو ان شاء الله وهنشرح خواصه الطبيعية خاصة الكيميائية ان شاء الله في الترم التاني نيجي بقى الخمات الغير عضوية اذا كنت بتقول ان العضوية التي يدخل في تركبها عنصر الكربون يبقى الغير عضوية ايه هي التي لا يدخل في تركبها عنصر الكربون وده زي الياف الزجاج او الياف الفضة او اسلاك المعدنية او اسلاك الزجاج تمام تمام يبقى انا دي الاول كده التقصيم الصناعي بالنسبة للخامة دي عضوية او غير عضوية هنيجي بعد كده تمام كده معيا هنجيب اول حجة عندي في تقصيم الالياف الصناعية هي الالياف التحولية وقلنا الالياف التحولية يعني موجودة في الطبيعة بس مش ايه مش على شكل ألياف ولا على شكل خمات ولكن العنصر الأساسي فيه تكوينها موجود إما قلنا على شكل لب أخشاب أو مثلا اللي هو زغب القطن وإحنا بناخدها نضيف عليها بعض المواد الكيميائية ونحاولها إلى إيه؟ إلى ألياف زي أول حاجة هو أنا عندي في الألياف النباتية منها اللي الأساس فيه سلولوس زي القطن وفيه منها اللي هو الأساس فيه البروتين زي الألياف الحيوانية وفيه منها اللي هو الأساس بتاعه معدني زي الألياف المعدنية لما قسمنا التقسيم العام للألياف وقلنا عليها أن هي عبارة عن ألياف طبيعية تنقسم إلى ألياف نباتية ألياف حيوانية ألياف معدنية قلنا النباتية اللي فيه منها البزري زي القطن وقلنا اللي حقيقة زي الكتان والجوت وقلنا فيه الألياف الطبيعية الحيوانية اللي منها شعيري زي الصوف ومنها وبري زي المهر والكشمير ومنها إفرازي وقلنا ليه زي الحرير الطبيعي فيه كمان الألياف المعدنية اللي هي فيها خامة تسمى خامة لسبوستوس ودي خامة عبارة عن سخور معدنية بيتم تركبها أو تشغيلها بس في صناعة الملابس بتاعة رجال الإطفاء لأنها بيبقى عندها قدرة على إيه بالزبط كده على عدم توصيل درجة الحرارة العالية وبالتالي بيستخدمها في ملابس رجال الإطفاء لأنهما بيتعرضوا إلى درجة حرارة مرتفعة اللي هي البدل اللي بيبقى لونها فد دي ده دي بتسمى اللي بتصنع من خامة لسبوستوس هنرجع نقول هنا أن الألياف التحولية هي الألياف اللي من أصل طبيعي بس مش موجودة على صورة ألياف قلنا إما موجودة على لب أخشاب أو بالضبط كده زغب القطن في منها أساسي سليلوزي يعني الخامة موجود فيها أو اللوب الأخشاب موجود فيه عنصر سليلوز وهنا بيتم إنتاج الرايون ولما أقول الرايون يعني إيه الرايون؟ يعني الحرير الصناعي اللي هو زي إيه؟ زي راين الفوسكوز ورايون إيه الأسيتات أنا أتكلم دلوقتي عن إيه؟ الخامات الصناعية التحولية تمام نيجي تاني نوع عندي اللي هو ممكن يكون أصلها بروتين زي الألياف الإيه؟ الحيوانية لكن هنا في الألياف التحولية عندي إيه هو؟ مثال إيه؟ كازين الإيه؟ كازين اللبن نيجي بعد كده بقى كمان اللي أصلها معدني شوف يعني قد إيه عشان كيف نقول ألياف تحولية؟ هي موجود فيها كل ما يشمل الألياف إيه؟ الطبيعية تمام؟ أصلها يكون معدني زي إيه؟ زي أسلاك الزهب والفدة والزجاج والنحاس يبقى أول نوع أو أول تقسيم من الألياف الصناعية هي الألياف الإيه؟ بالضبط الألياف التحولية وفي منها أصلها بيبقى فيه عنصر السيلولوس قلنا زي الريون في أصلها بيبقى فيه عنصر البروتين زي كازين اللبن وفي أصلها بيبقى معدني زي أسلاك الزهب والفدة والزجاج والنحاس هنيجي بعد كده هنتكلم بقى عن الألياف التخليقية أو الألياف المركبة ما احنا اتفقنا أننا زي ما قسمت الألياف الطبيعية قسمت كمان الألياف الصناعية إلى ألياف تحولية وإلى كمان ألياف تخليقية ودي بقى اللي بيتم تركبها تماما من الضبط من المركبات الكيميائية دي بتبقى موجودة إما مشتقات بترول تمام كده وهنا أو من تفاعلات المواد الكيميائية زي إيه؟ زي البولي أمايت زي البولي أكريليك زي البولي إستر يبقى أنا عندي تاني نوع من الألياف الصناعية هي الألياف التخليقية أو الألياف التركبية ودي اللي بيتم تركبها من المواد الكيميائية فقط ودي إما تبقى من مشتقات البترول أو من تفاعل المواد الكيميائية ولما نقول مع ذكر مثال هنقول زي البولي أمايت البولي أكريليك والبولي إيه كمان إستر تمام تالت نوع عندي من التقسيم العام للألياف هي الألياف المخلوطة ولما أتكلم عن الألياف المخلوطة هي إيه بقى؟ هي خلط ألياف صناعية بألياف طبيعية لأن أنا عندي لما هاخد الألياف الصناعية في الترمي التاني إن شاء الله هلاحظ في حاجة مهمة قوي إيه هي؟ هلاحظ أن فيه خامة زي البولي أكريليك مثلا فيها لمعان عالي جدا يكاد يصل إلى أنه يبقى عيب مش ميزة طب أنا دلوقتي أعمل إيه؟ لا مفيش مشكلة هقوم بخلط الصوف مع البولي أكريليك بنسب معينة يعني أنا همسك خامة البولي أكريليك دي عشان أخفض درجتين لمعان هضيف عليها وأخلط معاها خامة الصوف بس بنسب معينة يعني لو مثلا أنا عندي البولي أكريليك 70% المادة المخلطة لي أو اللي هخلطها عليه من الصوف هتكون 30% يبقى معنى كده أن الألياف المخلوطة هي التي تتكون من خلط ألياف طبيعية مع ألياف إيه؟ مع ألياف صناعية طب وليه؟ إيه السبب؟ ما ممكن في السؤال يقول لي إذكري سبب خلط الألياف الطبيعية مع بعض الألياف الصناعية هقوله لأن أنا بكسب الألياف الصناعية بعض الميزات اللي ما تكونش موجودة فيه أو أخفي بعض العيوب اللي تكون موجودة بشكل زائد فتتحول هذه الميزة إلى عيب زي أن أنا أضيف البولي أكريليك على الصوف تمام أو أي خامة صناعية أضيف عليها خامة طبيعية دي اسمها الألياف الإيه؟ الألياف المخلوطة يبقى أنا عندي التقسيم العام للألياف هو عبارة عن ألياف طبيعية مقسمة نباتية حيوانية معدنية عندي كمان الألياف الصناعية مقسمة ألياف تحولية وألياف تركيبية أو تخليقية وعندي كمان النوع الثالث من التقسيم العام للألياف هي الألياف المخلوطة تمام هنيجي بقى نتكلم عن أول حاجة عندي وهي دراسة الألياف الطبيعية هنمسك بقى كل ما يخص من التقسيم العام اللي احنا قمناها دلوقتي ونبتدي ناخد كل خامة بخوصها بتعرفها المصدر بتاعها خوصها الطبيعية شكلها تحت الميكروسكوب خوصها الكيميائية استعمالاتها عند الاحتراق الرائحة اللي هتنبعث منها تتحمل درجات حرارة ولا ما تتحملش هنشوف كل ده دلوقتي حالا في أول حاجة هي دراسة الألياف الطبيعية وفي دراسة الألياف الطبيعية هاخد أول نوع وهي الشعير الأول أعرف يا ايه الألياف الطبيعية احنا لسه قيلينه هي الشعيرات الطبيعية اللي بنحصل عليها من الطبيعة ايه مباشرة برافو لسه قيلينها حالا زي ايه اما تكون مجموعة من الشعيرات واما تكون ليفية وقلنا مجموعة من الشعيرات زي القطن وليفية او تيلية زي الكتان وزي الجوت يبقى معنا كده أول خام هاخدها عندي هي الألياف النباتية البزرية اللي هو مين؟ القطن عندي القطن كلنا أكيد عارفينه زي ما احنا شايفين كده ده شكله مبسط للزرع للزرع بتاعي بعد ما بيتم نطجه ويبتدي الحصات بتاعه هلايه عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من الشعيرات تحاط باللوزة بتاعت القطن او بزرة القطن يبقى القطن عندي هي احدى الألياف الطبعية النباتية البزرية وشعيراتها بتتكون بالكفافها حوالين البزرة او حوالين اللوزة بتاعت القطن زي ما احنا شايفين شكلها كده هنا اول ما تبقى الزرع بتاعت القطن وصلت لهذه المرحلة نبتدي نعمل ايه؟ يبتدي موسم الحصات بتاعها بان احنا بننزع الشعيرات اللي هي ملتفة حوالين البزرة ونبتدي نجمعها في اكياس علشان الاكياس دي بتتاخد بعد كده تروح الى المصنع لمراحل غز القطن المختلفة يبقى ده تعريف الالياف النباتية اللي قدامنا ده ده عبارة عن فيديو يبين لي فعلا شكل الزرع بتاعت القطن لما ايه؟ لما بتندق ويبتدي يعمل ايه؟ صاحب الارض الزراعية يعمل ايه؟ يبتدي ينزع الشعيرات اللي موجودة حوالين اللوزة زي ما قلنا او حوالين البزرة زي ما احنا شايفين كده اهو دي كده هو بينزع الشعيرات اللي انا هستفاد منها اللي انا عايزيها وخلي بالكو انا مش باستفاد من الشعيرات بس في القطن انا باستفاد كمان من البزور انا بطلع من البزور مجموعة من الزيوت يبقى زي ما باستفاد من الشعيرات في ان انا حولها عن طريق مراحل الغزل الى خيوت وعن طريق مراحل النسيج الى قامشة انا كمان باستفاد من البزور اللي بتطلع بعد فصل الشعيرات عنها الى ايه؟ الى الزيوت زي ما احنا شايفين كده مع بعض دي الزرع تم نتجها تماما وبيقوم الفلاح او العامل اللي بيقوم بحصاد الارض طبعا بتبقى مجموعة كبيرة على حسب مساحة الارض بنزع الشعيرات اللي تم تكوينها حوالين اللوزة او حوالين البزرة ويبتدي يجمعها داخل ايه داخل اشولة او اجولة بتتاخد بعد كده وتروح الى المصانع علشان يتم غزلها ثم يتم ايه نسجها وطبعا احنا اتفقنا لما يتم غزلها بتتحول الى خيوط انا باستفاد من الخيوط دي في ايه في صناعة التريكو لكن لما حولها الى اقامش عشان استفاد منها في ايه في الملابس الجهزة تمام ده كده شكلها اهو هو دلوقتي بيقوم بجمع الشعيرات اللي موجودة حوالين اللوزة او البزرة تمام تمام هنيجي بعد كده هنتعرف على ايوه يبقى احنا كده قلنا ان الالياف الطبيعية النباتية هو اول حاجة عندي هو القط شفنا شكله شفنا ازاي بيتم انتزاع الشعيرات من حوالين البزرة ومش بس كده انا مش باستغنى عن البزرة كمان انا باخدها وحولها الى ايه 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 بالضبط كده استخرج منها الزيوت طيب هو بيقول لي ايه بيقول لي ان مصر تحتل مكانة عالية جدا في زراعة القطن ليه ايه السبب اشمعنا مصر اللي بتحتل مكانة عالية في زراعة القطن قال لي ل 3 اسباب اول حاجة التربة الغنية انا عندي تربة غنية جدا اقدر ان انا لما ازرع فيها القطن يطلع لي منتج ايه منتج زوجودة عالية ايه كمان الجو المعتدل المائل للحرارة انا عندي الجو عندي معتدل مائل للحرارة يبقى انا اقدر ازرع فيه القطن ايه كمان عندي عندي هنا كمان انتظام مياه الري وقلة الامطار وقلة الرياح يبقى انا عندي هنا لما يجيني سؤال يقول لي تحتل مصر مكانة ممتازة لزراعة القطن قل لي اسبابها ايه هي الاسباب هقول لهم ثلاث اسباب التربة الغنية الجو المعتدل المائل الى الحرارة تالت حاجة عندي هي ايه انتظام عملية الري وقلة الرياح وقلة الامطار تمام وده سؤال مهم جدا وبيتقرر كتير اوه في الايه في الامتحانات نجي بعد كده احنا اتفقنا كل خامة هناخدها هنعرف تعرفها هنعرف شكلها هنعرف الدول المنتجة ليها وهنعرف خواصات طبيعية وخواصات الكيميائية وكمان ازاي اتعرف عليها يعني ازاي لو جاتني فتلتين من خامات مختلفة ازاي ان انا ميز دي خامة ايه ودي خامة دي ايه اثناء الشرح حيلا عندي بقى الدول المنتجة للقطن امريكا روسيا الصين الهند مصر المكسيك باكستان البرازيل دي اسمها ايه اسمها الدول المنتجة لخامة القطن تمام تمام يبقى امريكا روسيا الصين الهند مصر المكسيك باكستان البرازيل حلوة اوي تمام نيجي بعد كده بقى هي ايه انواع القطن ما كل خامة لازم يقول لها ايه انواع الا اذا كانت الخامة دي هو نوع واحد فقط قال لي انواع القطن هقسمه هنا حسب طول التيلة كلنا كنا نسمع نقول احلى قطن موجودة عندنا في مصر هو طويل التيلة لا ده احنا كمان مقسمينه يبقى هناخد اول تقسيم لالياف القطن حسب ايه حسب طول التيلة يعني مثلا عندي تيلة قصيرة يبقى دي اول نوع تيلة متوسطة يبقى ده تاني نوع تيلة طويلة يبقى ده تلت نوع يبقى اما اقول ما هي انواع القطن هقول له اول حاجة عندي عشان اقول انواع القطن هقسمه حسب طول التيلة طب هو اساسا طول تيلة القطن عندي من كام لكام عشان وانا بقسم اقدر اسبت معلومة الطول بتاعها قال لي من 27 ل40 ملي متر ايه ده يعني الشعيرة بتاع القطن هي من 27 ل40 ملي متر تمام ده طولها لكن لما اجي قسمها احنا اتفقنا ان الالياف الطبيعية هي بتنبت من الارض يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتحكم في اطولها يبقى بالتالي يبقى في عندي اختلاف في الايه في الاطوال هنمسك اول نوع عندي في القطن هو القسم الاول اللي هو ايه بقى الاقطان قصيرة بالضبط التيلة احنا اتفقنا طول الشعيرة عموما مفروض تطراح من بين كام لكام بالضبط برافو من 27 ل40 ملي متر حلوة اوي طب هنمسك اول نوع مقسمينه حسب طول التيلة اللي هو ايه قصير التيلة ده يبقى من كام لكام اكيد هيبدأ من 27 اهو تمام بس الكام بقى ل32 ملي متر يبقى ملي متر يبقى انا دلوقتي اول شعيرة عندي قسمتها حسب طول التيلة هي قصيرة التيلة ودي بيتراوح طولها من 27 الى كام برافو انا سمعه الى 33 ملي مترا حلوة اوي طب ايه بقى صفاتها ايه مميزات الشعيرة دي والذي عشان هي قصيرة التيلة ليس لها مميزات لا طبعا في بعض الشعيرات هناخدها ممكن نحصل منها على المحصول بس ممكن نحصل منها على الزيوت بس تمام ممكن نحصل منها زي الكتان على القش فقط فاحنا هنشوف دلوقتي الشعيرات القتنية قصيرة التيلة اللي بيتراوح طولها من 27 الى 33 ملي مترا هي اللي بيستفد منها اول حاجة عندي هي اكثر محصولا واجوادها يعني المحصول اللي طالع منها جيد ايه كمان واحسنها وقليل اللمعان يعني اللمعان بتاعه ايه قليل ويشبه الصوف في ملمسه تاني لو قلت سؤال السملي السملي انواع القتن واعرفهولي هقوله القتن يتم تقسيمه حسب طول الشعيرة بمعنى ان انا عندي طول الشعيرة طولها على العموم من 27 الى 40 ملي مترا بس انا هقسمها اول واحدة اللي هو الايه قصيرة تيلة طب ده طوله من كام لكام انا سمع برافو من 27 الى 33 ملي مترا طب دي ايه الميزة بتاعتها قال لي اول حاجة محصولها جيد درجة لمعانها قليلة ملمسها يشبه ملمس الصوف تماما حلوة اوه دي قصيرة الايه التيلة طيب اجي بعد كده القسم الثاني متوسطة التيلة انت بدأت ممكن بتنسي يعني ممكن ايه تنسوا المعلومات وتنسوا الارقام الارقام بيتم حفظها بصعوبة لكن انا هقولك على طريقة واقولك على طريقة تقدر تحفظ بها بسهولة جدا احنا قلنا ان طول شعير التلقطنا عموما من 27 الى 40 طب احنا ابتدينا بالشعيرة قصيرة التيلة قلنا عليها من 27 الى 33 برافو المتوسطة احنا وصلنا ل33 يبقى هنبدأ من كام بالزبط من 34 كده سهل علي ان انا هحفظ طول الايه طول الشعيرة يبقى عندي الشعيرة هنا هتبدأ او هتتراوح ما بينها من 34 ل36 ملي مترا تمام طب ايه مميزات الشعيرة المتوسطة التيلة دي اول حاجة بتمتاز بان تلتها وسط في الطول طبعا وفرة المحصول جودة التيلة ودقة ومتانة الشعيرات يبقى لما اقولك ما هي المميزات للشعيرة متوسطة التيلة اللي هي بيتراوح طولها من كام من 34 برافو الى 36 ملي مترا هتقولي اول حاجة جودة المنتج بتاعها وفير المحصول بتاعها وفير وجيد ايه كمان ان هي متانتها ودقة الشعيرات عالية هو يعني ايه دقة الشعيرات يعني احنا عارفين المتانة اللي هي تحمل او قدرة الخام على تحمل مراحل الغزل ومراحل الايه ومراحل النسيج امال يعني ايه دقة الشعيرات كلمة دقة الشعيرات يعني صمك الشعيرات وعايزين نخلي بنا من حاجة مهمة جدا ان الشعيرات كل ما كانت دقتها او صمكها رفيع كل ما تم انتاج اقمشة خفيفة تمنها غالي طب هل بنستغن عن الاقمشة اللي صمكها كبير يعني دقتها اكبر لا طبعا بنطلع منها الاقمشة الايه الساقيلة ما بنستغناش عنها يبقى تتميز بيه وفرة المحصول وكمان بجودة التيلة والمتانة والدقة نجري القسم التالت وهو هنا بقى القسم ايه 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 طويل التيلة يبقى اول قسم كان قصير تاني قسم كان متوسط نجي بقى للقسم التالت وهو ايه طويل التيلة طب هو احنا كنا في القسم متوسط التيلة وسلنا الكام برافو سلنا لستة وتلاتين مليمترا يبقى لما اجي بقى اتكلم عن طويلة التيلة أبدأ منين؟ من سبعة وثلاثين بالظبط كده يبقى طول الشعيرة هنا من سبعة وثلاثين هو فاضل إيه بقى عندي أيوان شغل كده مخنا فاضل الاربعين يبقى من سبعة وثلاثين إلى أربعين ملي مترا ده طول الشعيرة طويلة التيلة وطبعا طويلة التيلة يعني من أجود الأصناف تمتاز بالانسجام واحتواءها على التوقات وبتستخدم في إنتاج الخيوط ذات المتانة العالية وملمسها حريري تاني يبقى ثالث نوع عندي من تقسيم ألياف القطن حسب طول التيلة هو إيه؟ هو طويل التيلة اللي بيتروح طوله من إيه؟ بالظبط من سبعة وثلاثين إلى أربعين ملي مترا هنا بقى هناخد عندنا أولا هنا بتتميز بالانسجام التام بقسرة التوقات فيها إيه ده هو الخامة دي فيها التوقات طبعا إحنا هناخد شكلها في الخواصة الطبيعية تحت الميكروسكوب هبص ألاقي الشعيرة عندي هعمل لها قطاع طولي وهعمل لها قطاع عرضي وأشوف شكلها بالطول عبارة عن إيه؟ وشكلها بالعرض عبارة عن إيه؟ فهي شعيرة القطن ما يميز إحنا طول ما إحنا ماشيين وبنشرح هنلاحظ حاجة مهمة جداً إيه الحاجة دي؟ إن كل خامة تتميز بصفة مش موجودة في الخامة الأخرى يعني إحنا لما نتكلم عن القطن هنلاقي فيه إن هو يحتوي على مجموعة من الإلتوئات مش هنلاقي الإلتوئات دي موجودة في الكتان ولا في الجوت ولا في الصوف ولا في الحرير الطبيعي تمام؟ طب هي الإلتوئات دي بتقسب الخامة إيه؟ تقسبها قوة ومتانة تخلي الخامة عندها قدرة وعندها إيه متانة بس بتعمل إيه؟ بتقلل درجة اللمعان شوية لأن إحنا لو عندنا أي شيء كده ملفوف هنلاقي فيه زي زل ونور نتيجة الإلتواء ده ولكن هي بتقسبها إيه؟ يبقى هنقول انسجامها اللي هي إيه؟ الصفات بتاعة الشعيرة طويلة التيلة ووجود إلتوئات وبتستخدم في إنتاج الخيوط ذات المتانة العالية وستوب ده لها ملمس زي ملمس الحرير أم المالي اللي كان الملمس بتاعه زي الصوف برافو الشعيرات قصيرة التيلة تمام كده يبقى إحنا كده خدنا أنواع أو أقسام القطن حسب طول التيلة نبدأ بقى ناخد الخواص الطبيعية للقطن أول حاجة شايفين؟ ده شكل الشعيرة تحت الميكروسكوب يعني أنا ممكن أروح جايبة مجموعة من الشعيرات وأروح حطاها قدامكم وأقول لكم اتفضلوا قلولي دي شعيرة إيه؟ لو فيه ميكروسكوب موجود طبيعي إن أنا هعمل قطاع طولي للشعيرة وحطها تحت الميكروسكوب وأبتدي أبص هو الشعيرة موجود فيها إيه؟ لقيتها في القطاع الطولي لها موجود فيها مجموعة من الالتوقات يبقى دي قطن طب ما تعمل لي كمان القطاع العرضي بصيت على القطاع العرضي لقيت إيه؟ لقيت إن الشعيرة على شكل حبة الفاصولية كلنا طبعا عارفين حبة الفاصولية لقيت نفس الشكل وهنشوفه دلوقتي يبقى أول حاجة عندي في الخواص الطبيعية للخامة هو شكل الشعيرة تحت الميكروسكوب قال لي إن تحت أولا الشعيرة أول ما بتندق وتجف تمام؟ القطاع الطولي بتاعها بيبقى فيه مجموعة من الالتوقات زي ما احنا شايفين في الصورة كده دي مجموعة من الإيه؟ من الالتوقات اللي قلنا بيميز بها خامة الإيه؟ أيوة خامة القطن عن باقي الخامات طب لو عملت قطاع عردي يبقى ده القطاع الطولي يعني ممكن يجي سؤال كده يقول لي عرفيلي مثلا الخامات الآتية شكل الشعيرة تحت الميكروسكوب أول حاجة القطن هقوله القطاع الطولي في مجموعة من الالتوقات والقطاع العردي زي ما احنا شايفين كده على شكل حبة الفاصولية تمام؟ وإذا أصيب هذا القطن لما بيبتدي يندق إذا أصيب بالأمراض أو بالحشرات اللي بيحصل جدار الخلية بتاع القطن ما احنا عايزين نعرف حاجة كمان تانية مهمة جدا إن الألياف النباتية اللي هي منها القطن تمام؟ ومنها الكتان ومنها الجود هي أليافي منها أحادي الخلية وفي منها متعدد الخلية القطن من الألياف أحادية الخلية فإن اللي بيحصل عشان القطن نقول ده ندج الخلية بيتم تكوين الجدار بتاعتها أثناء مراحل النضج فالخلية اللي تم تكوين الجدار بتاعتها بتظهر في الآخر بالشكل اللي احنا شفناه في الأول طب لو الخلية دي قصبتها بعد البكتيريا أو بعد الحشرات أو بعد الآفات الموجودة في الأرض الزراعية طبعا الجدار بتاع الخلية مش هيتم تكوينه وبالتالي سمكها هنا مش هيبقى السمك العادي اللي احنا متعودين أمال إيه؟ هيبقى السمك أقل من العادي طيب ده اسمه إيه؟ شكل الشعيرة تحت الميكروسكوب ودي بداية الخواص الطبعية تاني حاجة على طول في الخواص الطبعية هو طول الشعيرة احنا لسه قيلينه ده أنا شعيرة القطن طولها ده بالذات أنا مقسمها حسب طول الشعيرة ليه بقى؟ لأن درجة درجة انتاج خيوط أو أمشة بيد جيدة وبأثمان عالية هتبقى حسب طول الشعيرة مش كده وبس متانة الشعيرة تتوقف على طول الشعيرة كل ما كانت الشعيرة طويلة كل ما قدرت الخامة على الاستطالة وهنعرف يعني إيه دلوقتي الاستطالة كل ما متانتها كانت عالية كل ما مرونت الشعيرة كانت عالية فلما أجي هنا أتكلم تاني عن طول الشعيرة هقول إن أنا مقسمة طول الشعيرة اللي هو القصير والمتوسط والطويل والطويل الممتاز كمان اتفقنا ده بالنسبة لطول الشعيرة طب متانة الشعيرات إحنا عندنا هنا متانة الشعيرات بتاعة القط هي متوسطة شوي وبتتأثر بالرطوبة المقتسبة كلمة الرطوبة المقتسبة دي يعني إيه سنقولها يعني أنا دلوقتي القطن هو معرض لحرارة الجو أو للجو العادي بيحصل إيه بيمتص ماء رطوبة إيه الدرجة اللي بيمتصها هنعرفها دلوقتي في تأثير ماء الرطوبة اللي هي عبارة عن إيه عن 8.5% طب لو كان درجة الرطوبة في الجو أعلى زي بالظبط ما نقول إيه ده إيه ده ده وشنا مثلا أو إيدينا بتلزق ليه يقولك أصلي فيه درجة الرطوبة في الجو عالية قوي وده بيبقى في الصف بالزيد ده معناه إيه معناه أن درجة الرطوبة هنا عالية طب ما هو القطن أولا هو من مميزاته الامتصاص فلو اكتسب رطوبة أعلى متانة القطن هنا يحصل لها إيه هتقل تمام تمام فدي معنى كلمة حسب الرطوبة المكتسبة تاني نوعي استطالة الشعيرات ويعني إيه استطالة شعيرات استطالة الشعيرات بالنسبة للألياف كلها هي قدرة الخامة على زيادة طلها إلى أن تصل إلى مرحلة القطعة وكنا بنقول أن العدد العام للخامات كلها 2% يعني تفضل الشعيرات تمتد أكتر من طلها الطبيعي حوالي 2% إلى أن تصل إلى مرحلة إلى مرحلة القطعة هنا يبقى الخامة دي عندها كدرة في الايه في الاستطالة طب أنا هستفاد منها في إيه فأثناء مراحل الغزل والنسيق لأن الشعيرات دي بتقوم بالمرور على مراحل وماكينات وامشاط اللي عشان تتحول إلى خيوط وعشان تتحول إلى نسيق فأنا محتاج أن الشعيرات دي يكون عندها كدرة على الايه على الاستطالة فبيقول لي يعتبر القطن غير سهل الاستطالة وبتبلغ استطالته من 5 إلى 10% تمام كده يبقى استطالته بتبلغ من 5 إلى 10% وبعد كده تحصل ايه يحصل القطع ثاني حال بعد كده عندي مرونة الشعيرات تعتبر خامة القطن غير مرينة بس نسبيا يعني هي مرينة بس مش بالدرجة اللي اقول انها تنتاز بالمرونة العالية ولكنها تعتبر من الخامات المرينة لما اجي بقى اتكلم عن تأثير الحرارة والرطوبة يتحمل القطن درجات الحرارة العالية لغاية ايه؟ لغاية 120 درجة مقوية يعني انا لو رفعت درجة الحرارة إلى 120 درجة مقوية القطنة هيتحملها ولكن لو رفعتها إلى 130 درجة مقوية يا سنة أولى هيبتدي لونه يصفر طب لو زودتها أكتر ورفعتها إلى 230 درجة مقوية لو رفعتها إلى 230 درجة مقوية يبتدي القطن يحصل له ايه؟ يتحلل يبقى لما اتكلم عن تأثير درجات الحرارة والرطوبة على القطنة هقولي الأول درجات الحرارة ان القطن بيتحمل درجات الحرارة لغاية 120 درجة مقوية طب لو زودتها إلى 150 هيحصل ايه؟ هيصفر لونه طب لو زودتها إلى 230 درجة مقوية هيبتدي هنا يتحلل وهنا بقى القطن أول ما يتحلل بدرجة الحرارة يحصل له ايه؟ يدي ريحة زي ريحة الورق ريحة الورق أو الخشب المحترق ولذلك أنا ممكن أميز خامة القطن أو الفتلة بتاعت القطن بأنها لما هتحترق بتديني ريحة زي ريحة الورق المحترق أو الخشب المحترق على طول ده بقول عليه ده ايه؟ ده خامة قطن طب أمال تأثير الرطوبة انت تكلمتيني عن تأثير درجة الحرارة أمال الرطوبة احنا لسه متفقين ان الرطوبة بتؤثر على ايه؟ على المتانة طب هو درجة الرطوبة بتاعت الالياف كام؟ 8.5% يعني في الجو العادي القطن بيكتسب أو بيمتص رطوبة 8.5% طب لو كان الجو ده مشبع بايه؟ بماء الرطوبة اللي هيحصل هنا للقطن هيمتص ماء رطوبة من 25% ل 27% ودي بقى اللي بسميها الرطوبة الايه؟ المقتسبة يبقى احنا عندنا الرطوبة الأصلية بتاعت الخامة اللي هي 8.5% لكن هو ممكن هنا القطن يكتسب رطوبة من الجو واذا كان درجة الرطوبة في الجو ده ايه؟ عالية طب من كام لكام؟ من 25% ل 27% دي درجة الرطوبة حاجة بعد كده بقى تأثير دوق الشمس عموماً اي خامة خاصة الخامات المسبوغة باي سبغاتس كانت خاصة اللي لونها غامق لو طرقت معرضة للشمس بيحصل ايه للون؟ بيتحلل اللون وتلاقي لون الخامة دي درجة لونها تغيرت يعني لو هي بيضة بقت مسفرة لو هي بألوان غامقة الألوان يعني زي ما بيقولوا كده بتبهت اللون بيختلف درجته بتفتح اكتر بالنسبة بقى للقطن تقل متانة الخيوط بتعرضه لايه؟ بالضبط لدوق الشمس ويتغير لونه الى اللون الاصفر تاني ان تأثير الدوق بتاع الشمس على الياف القطنية اولاً بتقلل متانته ثانياً بتخلي لونه يتحول الى اللون الايه؟ اللون الاصفر تب تأثير العفن او البكتيريا ليه بقى؟ هو احنا مش قلنا في الامن ان في عندي مغزن والمغزن ده ممكن يكون مغزن لخمات نسجية يعني انا هتطر الى تغزين الياف القطن طب انت لما تحط الياف القطن او الخيوط وتخزنها هل هي بتتأثر بالبكتيريا او العفن الناتج عن التخزين؟ اه بص معايا يتأثر القطن بالبكتيريا حيث تعمل على اضعاف الشعيرات يبقى القطن بيتأثر بالبكتيريا وبالعفن حيث انه هو بتعمل على اضعاف الايه؟ الشعيرات مش كده وبس وبتجعلها متلوسة بالبقع يعني ابو السلاقي خامة القطن اصبح فيها مجموعة من البقع تمام كده؟ تمام ولذلك يجب ازالة يعني انا احل ده ازاي طب انا ممكن يبقى عندي بعض الملابس القطنية وعايز اخزينها احل ده ازاي؟ ابدا اي خامة عندك الخامة دي او اي ملبس يكون فيه نشا يعني تكون الالياف متنشية لازم ازيل المادة النشوية اللي موجودة فيها طب هي الالياف اصلا بيتم تنشيتها لمن الاول يعني ليه بحط عليها نشا من الاول لان الالياف نسنق مرورها على مراحل الغزل المختلفة وعلى مراحل النسيج المختلفة ده بيأثر ممكن على متنة الالياف فممكن يحصل للالياف ان هي يحصل لها عملية قطع فبيتم في مراحل التبييد اعمل ايه اضافة المواد النشوية على الالياف عشان تشتد والمتنة بتاعتها تبقى عالية فتقدر تتحمل مراحل الغزل والنسيج المختلفة فيستحسن بما ان الالياف القطن بتحصل لها عملية تعفن او بتتأثر بالبكتيريا ان انا اعمل ايه ازيل المواد النشوية اللي موجودة على هزيه الالياف عشان ما يحصلش لها مجموعة من الايه من البقع بعد كده احنا خلصنا كده الخواص الطبيعية للقطن هنتكلم بقى عن الخواص الايه الخواص الكيميائية وزي ما اتفقنا اي خيمة هيبقى فيه تعرفها هيبقى فيه شكلها هيبقى فيه خواصها الطبيعية هيبقى فيها كمان خواصها الايه الكيميائية فانا دلوقتي بقى اتكلم عن الخواص الكيميائية لما اجا اتكلم عن الخواص الكيميائية لازم من الاساس اعرف هي ايه المادة الاساسية المكونة لخمة القطن احنا اتفقنا ان الالياف الطبيعية المادة الاساسية وخاصة النباتية المادة الاساسية المكونة لها هي مادة السلولوز برافو قلناها في اول الشرح تمام طب هو السلولوز بيبقى النسبة بتاعته واحدة في جميع الخامات لا طبعا بتتفاوت نسبة السلولوز من خامة الى اخرى طب في القطن قد ايه نسبة السلولوز نسبة السلولوز بتتراوح من 88 ل 96% للقطن ده على طول تلقاء يقول ان الخواص بتاعت السلولوز هيكتسبها القطن وتصبح خواص القطن الكيميائية هي خواص السلولوز اتفقنا والكلام ده اللي قلناه كل ما زادت نسبة السلولوز في الخامات الطبيعية النباتية كل ما الخامة اللي بيحتوي عليها خدت الصفات ايه بتاعته طيب تمام هنتكلم بعد كده عن تأثير اول حاجة في الخواص الكيميائية تأثير القلويات ولما نتكلم عن تأثير القلويات هقول ايه بقى يقاوم القطن القلويات المخففة سواء على البارد او الساخن في المجمل القلويات بتزيد القطن قوة ولا معين القلويات ايا كانت بتزيد القطن قوة ولا معين في المجمل ايا كانت بقى مخففة مركزة بتتعمل على متانة الالياف ودرجة لمعنها ليه لما اتكلمنا في الاول فاول ما قلنا شكل شعارة القطن تحت الميكروسكوب اتكلمنا ان الشعيرات دي موجود فيها مجموعة من الالتوئات ولما بيضاف عليها مجموعة من المواد زي السودة الكوية مثلا اللي بيحصل لها اللي بيحصل لها ان الالياف بتنتفخ فلما الالياف بتنتفخ اللي بيحصل التوئات اللي موجودة في خمت القطن بتروح فبيزيد ايه لمعنها وبيزيد ايه فتح المسام بتاعتها وبالتالي اللي بيحصل لها تنتص اي صبغات او اي مواد طبيعية تمام تمام يبقى تأثير بقى الأحماض الأحماض هنا بقى الأحماض لا لها تأثير عندي أولا الأحماض المعدنية المخففة على البارد لا تحدث أي تأثير ولكن لو رفعت درجة الحرارة هتقلل وتضعف من قوة القطن طب والمركزة منها لا تحلل القطن تماما طب تأثير المواد المؤكسدة لما أجهتكلم عن المواد المؤكسدة هي إيه المواد المؤكسدة هي المواد اللي بتزيل اللون الخام او اللون الموجود في الخامة بس ممكن تكون ازالة مؤقتة ويرجع اللون الطبيعي مرة تانية وانا عشان كده نوعت المواد المختزلة والمواد المؤكسدة لان لو لقيت المواد المؤكسدة على خامة القطن بتزيل اللون ازالة وقتية خلاص هجرب المواد المختزلة طيب لقيت المواد المؤكسدة بتزيل باللون وما بيرجعش تاني خلاص يبقى استخدم المواد المؤكسدة ففي المواد المؤكسدة تأثيرها ايه قال لي يقاوم القطن بشكل عام تأثير المواد المؤكسدة في درجات الحرارة الغير مرتفعة اما اذا استعملتها بنسب كبيرة في درجة حرارة عالية تؤثر على القطن وتفقد ايه وتفقد قوته حلوة اوي هنتكلم بقى عن حاجة مهمة جدا اللي هي اخر حاجة في القطن استعمالات القطن استعمالات القطن اول حاجة بيستخدم في الملابس الجهزة ايا كانت خارجية او داخلية طب اشمع انا اسكر السبب لقوة امتصاصه لانه عنده القدرة على امتصاص السوائل نتيجة ايه نتيجة قلة الرطوبة الموجودة في اللي كانت كام 8.5% تاني حاجة يستخدم في قمشة المفروشات والتنجيد والحشو وخيوط الحياكة تالت حاجة يستخدم في الغيارات الطبية زي الشاش والقطن الطبي تمام كده تمام يبقى احنا كده عملنا ايه احنا كده خدنا الخمات الطبعية او الخمات عمتا ايه تعرفها خدنا التقسيم العام للالياف واتكلمنا انه عندي الياف طبعية عندي الياف صنعية خدنا الالياف الطبعية بتنقصب الى ايه و الى ايه و الى ايه اللي هي نباتية ومنها البزري ومنها الليفية او اللحقية ومنها المعدنية ومنها الحيوانية وكمان خدنا الالياف الصناعية اللي هي منها التحولية ومنها التخليقية دخلنا على دراسة الالياف الطبعية اللي هي القطن خدنا كل ما يخص القطن من تعريف ومن شكل ومن خواص طبعية وخواص كيميائية واستعمالات تمام وشكلها تحت الميكروسكوب كده تبقى حلقة النهاردة انتهت بي دراسة الالياف الطبعية وهي كانت اول خامة فيها القطن ان شاء الله في الحلقة القادمة هنقوم بدراسة الياف الكتان والجوت ان شاء الله بإذن الله عشان يبقى كده تمينا دراسة الالياف الطبعية وبعد كده ان شاء الله هندرس بقى الالياف المعدنية والالياف الصناعية اتمنى ان نكون استفدنا من الحلقة النهاردة واترككم على خير وإلى اللقاء